تانية سابرين بتحس ان انتي كده اللي هو ايه الموضوع كده بنجبونج بنجبونتو. طبعا طبعا. في فنانين كده. طبعا طبعا يا حلفخراني. طبعا طبعا. يعني ده انا ببقى ايدي سايبة وانا بمثل معاه. يعني. سابرين انا بتمثلي اجاب الناس دي. في حالة. يعني في حالة بتركبنا احنا الانين في المشهد. تلاقي وان تو. مع فراتين كده. اه. طبعا مقصدي. وبتعلوا على بعد. اه. اه. كمان يعني يعني. طبعا استاذ احمد زاكي. انا اشتغلت معاه من الناس برضو. اللي كانت حاجة. طبعا. طبعا. ربنا خلوهونا حقيقي. يا حلفخراني برضو. المدرسة. الحلوة اوي برضو. طبعا. اوي. اوي. يعني. مفيش نمثيل. يعني بتلاقي. فجأة هو بيتكلم. الجملة. اه. من كتر ما انا اه. حسيتها اوي. الجملة اللي بعدها جات لدموع. صفرين انتي ودكتور ريحة الفخراني يعني عملته دوادته طويل. اه. ما بين المسلسلات. فوزيره. فوزيره. يعني قدر اقول انكم. اه. يعني عملته حاجات كتيرة جدا. طبعا. يعني. هو. هو. اعتقد ان هو من الفنانين الكبار. اللي. اللي. اثاروا على مسيرتك. يعني. طبعا. اه. طبعا. يعني. اه. يعني. ايه. بدون ادنى شك. طبعا. ده حقيقي. المسألة مع يحيا. كحالة. كان بيقولك ايه. يعني. حتى لما اطلبتي في مهرجان الدراما. اه. 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 يعني. كنت مستقربة. قبلها بقى كمان. بنتك. بنتك. لا كمان. قبلها في المؤتمر. قعدوا يقولوا مارداش يسلم عليها. وانا دخل السلم عليه. امتى ده? اه. في مؤتمر ده. ما برضو. قالوا على يحيا كده. ليه? مفيش حاجة حصل. لا دي ما سمعت. انا كنت دخل السلم على يحيا. وانا كمان يحيا بالنسبالي. بعد ما بخلص بجري عليه. اخده قوله مبساط. ايه. 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 يعني. لا لا. كنت في بنوته. زي كده. الحالة. الحالة الكلوز قوي اللي بينيه بين يحيا ولميسه. طبعا. 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 اه. حالة يعني. حالة فيها بيت قوي. نموت. نموت بجد لنقعد نلعب في اي حاجة. ايه. ارحمونا بقى كفاية. يعني بجد. فقالوا بقى ساعتها ساعة بتاعي والعصايا وعيب. ايه. ايه ده انا. ده يحيا ده 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 حبيبي يعني. طبعا. مش بس حبيبك ده عايز اقولك ده ايه. انا عايز اقولك اول ناس كلموني بعد ما خلصت لميس وشادي وطرار يعني ايه ده. ومش ايه ده. انا كنت بطمع علي وصلت البيت روحت. احنا كده. ايه ايه ايه. انا بتحصل لي اي مشكلة اول حد بقى مكلمهم لميس ويحر. ايه. انا في كزا في كزا اعمل. والله. وبتاخدي رأيه في حاجات حتى ما بتجي. اه. ايه مش معايا. لا في حياتي حتى الشخصية طبعا. اه طبعا. طبعا. بيشوفك ازاي? يعني بيشوفك انت كممثلة ازاي? نعرفش ده يسأل. اه ده لازم اسأله هو فعل السؤال ده لانه عملته حاجات كتير قوي مع بعض. وبحس ان هو بيحب شاوتك وبيحب اه. 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 يعني اقولل كلام كده اتي هتبضلي عيالة كده العلطول اتي هتبضلي عاملة كده مجمل عيالة هنقوله لا مش هايز سيني لا يعني عارف اصل علاقة انا بحب زمالي اوي واللي بشتغل معاهم بنطلع صحاب اوي وحبايب اوي حتى لما بتحصل مشكلة بتلاقيني مع الوقت الدنيا انا عايزي خالص ممكن لو شفتها اخدهم بالحضن الدنيا ما بقيتش مستهلة خالص خالص ولما اطلع في برامج ولما اطلع في برامج ويحبوا يوقعوا بتعملي ايه ورايك ايه في نوعية البرامج دي يعني في برامج مؤخرا بالذات انا بقيت شايفها ايه مش عايز طبعا انقل بس انا بقول ان تساعد بجيب النجم وبعد اسأله على زميله وانا معايا النجم اللي قدامي ده هو قريضي عنده تاريخه وعنده مشواره وعنده اعماله وطب ما اتكلم معاه على حكته اتسأله على زميله يعني هل النهاردة حتى لو دفعلك في برس كتير ما هو لما بيتفع فلوطي لازم يعمل ما هو برضه يعني ترند علشان خاطر يجيب حق اللي خده فانت بتبقي هي يعني حاجة دايرة مش رزيز دا انا حب الممثل لما يروح يعرف يوقف يعرف يرد يعرف ما يكلمش عن زميله يعرف يعني فهمها يعني خد اللي انت عايزه صح بس انا فيه فنانين كتير كده طبعا يعني بيطلعوا البرامج ديولة بيفرق معاهم صح وبيقوموا ردين وملسوا عين على طول وعندهم شخصية صح فبالتالي دا بيبقى انا عايز اقول ان دايما يعني اسمه الوسط الفني الوسط الفني بيحابي على بعضه الوسط الفني بيحب بعضه انا بشوف دا بالزات من خلال المواقف انت عايشة معانا يا انجيو شايف انا عمليون زي مع بعض يعني حاجة بجد انا بشوف مواقف نفسي لو كنت قادرة انا اقولها على في البرامج بس بجد مواقف اكن اسرة واحدة عيلة واحدة كله خايف على بعضه كله في ظهر بعضه وخصوصا لو حد كمان حلو ولزيز مع اصحابه وكده بتلاقي الكل فعلا حواليه ودايما اللي تلاقيه نافر زميله اللي تلاقيه ببرا الموضوع برا الموضوع فبتلاقينا فعلا يعني واجيال بتحب اجيال لان احنا تربيني على كده واللي بعدينا وكمان اللي تربوا معانا واشتغلوا معانا هم صغيرين تلوعوا زينا دا بجد يعني في حتة كده يعني احنا كلنا شابها بعض فيها قوي جدا جدا انا دا بشوفه من زمان يعني مش حاجة جديدة قلتي اجيال وسلمونا